اشتركوا في القناة قال أنصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء زوى عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأمتم مسلمون وصلاح ذات بينكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل بيه غيركم الله الله في جيرانكم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود الدين الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمون بين أظهركم ثم التفت إلى بني عبد المطلب قائلا لهم يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلين ثم نظر إلى أولاده فرآهم تكاد تزهق أرواحهم من شدة البكاء والنحي فقال لهم أحسن الله لكم العزاء ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد صلى الله عليه وآله كما وعدني فإذا أنا ميت يا أبا محمد فغسلني وكفني وحمطني ببقية حنوط جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه من كافور الجنة جاء به جبرئيل إليه ثم ضعني على سريري ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير واحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه وصلي علي يا بني يا حسن وكبر علي سبعا واعلم أنه لا يحل ذلك لأحد غيري إلا لرجل يخرج آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين يقوم عوجاج الحق فإذا أنت صليت علي فنح السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه فترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبا وساجة منقوبا فأضجعني فيها ثم أشرج اللحدة باللبن وأهل التراب علي ثم غيب قبري فلما سمعت زينب وصية أبيها لطمت وجهها ثم هوت عليه تشمه وتقبل يديه وتتزود من النظر إليه ثم دفع كتبه وسلاحه إلى الحسن وأمره أن يدفعها إلى الحسين عليه السلام إذا حضرته الوفاة وأمر الحسين أن يدفعها إلى ولده علي بن الحسين وأقبل على علي بن الحسين فقال له وأمرك رسول الله أن تدفع وصيتك إلى ولده محمد بن علي فاقرأه من رسول الله ومن السلام ثم قال للحسن أنت ولي الأمر بعدي ثم أخذ الإمام يودع أولاده ثم أغمي عليه ساعة وأفاق وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وعم حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله كلهم يقولون عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون ولم يزل وهو بتلك الحال يسبح الله ويذكره ويذكره كثيرا ثم استقبل القبلة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد وين عبده ورسوله رفقا بي يا ملائكة ربي ثم قال لمثل عذا فليعمل العاملون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ثم عرق جبينه وسكن أنينه وأغمض عينه ومد رجله ويده وقضى نحبه ولقي ربه شهيدا مظلوما وأيواء ما ما هو عليا أبو حسي أبو حسي وينمى وتم مصيام وتم مصيام أبو حسي والله إجا العياد وأولاد أيتام إجا العياد لا إجا عينه أي ولا بينه لا هو ألب سمانه أحنا أحنا بمعاتمنا وعزانا أي من المصاب اللي يدهانا البيئة البيئة انفقاد منا حمانا إجا العيد إجا العيد إجا العيد يد ماهم ما هو أو متراب اللحية يد غبر لحاهم ألف واسفة ألف واسفة نصيبي ما وحواهم ليالي ليالي الفراوة وأحراحت وياهم آه ونعاه جبريل ونادى بالسماء وعليه كادت بالنداء تتقطعوه اليوم اليوم قد قتل ابن عم المصطفى اليوم شمل المسلمين موزعوا إن لله وإن إليه راجعون شكرا موسيقى أحراك أحراك جزيلا أحراك موسيقى نعم جزيلا أحراك